نعم هناك تعزيزات هناك تأهب في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي لكن مع ذلك أنا أرى تراجع بوتيرة خطاب نصر الله أنا أعتقد أن الأمريكان أو الروس دخلوا على الخط وسوف يتم احتواء الموقف يعني للحفاظ على ماء وجه نصر الله سيكون هناك ضربة متفق عليها بين إسرائيل وحزب الله عبر وسيط أو أمريكي أو فرنسي أو روسي ولذلك لإنهاء هذه المسرحية لأن لا أحد يريد الحرب إسرائيل لا تريد الحرب جمعتين قبل الانتخابات ونصر الله كل يوم يتعنتر ويهدد وهو أيضا لا يريد الحرب لذلك سوف يتم احتواء الموقف وسوف يتم ضرب موقع متفق فيه معلش أنا ساعدني أن أفهم من سيساعد حزب الله أو حسن نصراء على أن يحفظ ماء وجهه تقول الأمريكيون أو غيرهم لماذا يساعدونه على حفظ ماء الوجه وهم الأكثر تنديدا به لا أحد يريد حرب الأمريكيين لا يريدون الحرب الإسرائيل لا تريد حرب روسيا لا تريد حرب لذلك سوف يكون هناك وسيط يمكن فرنسي أم أمريكي أم روسي أم كلهم سواء أم الأمم المتحدة يتفق مع إسرائيل منضرب هذا الموقع وخلص خلصنا يعني مكاومة 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 وبتعرف عن تغييات وخطبات عننا تخليك عن تغييات هذا نحن معاول